اشتركوا في القناة في الحقيقة اليوم نشال استضافة مملكة البحرين لهذه القمة العربية تأكيد على المكانة الراسخة التي تحظى بها المملكة بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله على المستوى العربي والعالمي إذ باتت اليوم تشكل مملكة البحرين وجهة إقليمية مهمة للتجمعات الدولية التي تخدم الإنسانية في مختلف المجالات ونؤكد للسادة المشاهدين أن قمة البحرين تشكل مرحلة جديدة في مسيرة العمل العربي المشترك ودعم ومساندة قضايا الأمة العربية وما تواجهه من تحديات وظروف استثنائية حيث تنعقد في ظل هذه الظروف والأوضاع الجيوسياسية ولا شك أنها أيضا هي مرحلة تاريخية دقيقة في ظل زياد حدة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العالمية وما نراه اليوم من تكاتف عربي وحضور من مختلف الدول العربية يؤكد الحرص الكامل من قبل الدول العربية للخروج بموقف اتجاه مختلف القضايا وللحديث أكثر ينظم إلي الأستاذ صلاح جمعة نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط لو تحدثنا أستاذ صلاح اليوم عن أهمية انعقاد هذه القمة في ظل هذه الظروف الاستثنائية يعني أولا قبل مأول القمة أنا طبعا بنشكر دولة البحرين والقائمين على تنظيم هذه القمة على حسن الاستقبال والحفاوة والضيافة إحنا وصلنا إلى البحرين وأنا كصحفي متخصص في الشؤون العربية حضرت حوالي 24 من 24 عام مضت القمم العربية السابقة منذ أن بدأت دورية انعقاد القمة في عام 2000 وحضرت معظم القمم يعني بصراحة شديدة أن هذه القمة هي الأكثر تنظيما والأكثر يعني في كل شيء توفير لكل اللوجستيات للصحفيين للقيام بعملهم مؤتمر صحفي على أعلى المستويات دعوة كبار الصحفيين من كل أنحاء العالم هناك فريق عمل بحريني يرافق كل الإعلاميين والمسؤولين هنا لتزليل كافة العقبات أمامهم فأحنا بنشكر كل الناس القائمين لتسهيل خدمات الإعلاميين قمنا أيضا بجولة في البحرين جولة سياحية تعرفنا فيها على حضارة البحرين دولة عريقة بتضرب بجزرها عبر التاريخ وزرنا كل المناطق الأسرية والمتاحف وهناك شعب عظيم ينم عن ثقافة كبيرة جدا أما بالنسبة للقمة العربية فهي القمة الأولى التي تتعقد في البحرين والآن عقدت عدة اجتماعات سواء تحضرية على مستوى القمة اجتماعات المندوبين الدائمين لمجلس الاقتصاد والاجتماعي وزراء الاقتصاد كبار المسؤولين والمندوبين السياسين ثم اجتماع وزراء الخارجية العرب جدوى الأعمال هذه القمة تم تركيز جدوى الأعمال على القضايا الأساسية الرئيسية وهناك قضايا دائمة روتينية على القمة العربية ولكن هناك 8 أو 9 بنود من أهم البنود على جدوى الأعمال منها التعاون السياسي والتعاون الاقتصادي والتعاون الاجتماعي والتعاون الأمن ولكن القضية الأبرز هي قضية فلسطين والأوضاع في ليبيا والسودان واليمن وسوريا والقضية الفلسطينية استحوزت على مناقشات مجلس الجامعة العربية سواء على مستوى زراء الخارجية وتم التوافق بالأمس على مشروع القرار الذي سيرفع إلى القمة العربية وعلى رأسه القضية الفلسطينية القضية الفلسطينية سيكون هناك التأكيد على دعوة دولة مملكة البحرين لعقد مؤتمر دولي للسلام تستضيفه البحرين العام المقبل بشأن حل القضية الفلسطينية تحت رعاية الأمم المتعدة وأطراف دولية فاعلة في المجتمع الدولي ويكون هذا المؤتمر قائم حل القضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام سيكون هناك التأكيد أيضا على ضرورة وقف هذه الحرب وسيكون هناك أيضا بعض القرارات الدعمة للقضية الفلسطينية خاصة ما يتعلق بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة وبعض القضايا الأخرى المتعلقة بها هناك أيضا موضوع السودان سيكون على رأس القمة العربية وسيكون هناك قرار بشأن السودان وضرورة وقف هذه الحرب والعمل على إحلال السلام في السودان سيكون هناك قرارات أيضا متعلقة بسوريا واليمن وجيبوتي والصومال وكل القضية العربية شكرا للسادة صلاح جمعة نائب رئيس تحرير الشرق الأوسط على قبول هذه الاستضافة طبعا في الحقيقة القمة العربية هي خطوة مميزة لتحقيق المسيرة المباركة للدول العربية خدمة لتطلعات أبنائها وتعزيزا لأمنها واستقرارها بشكل خاص والمنطقة بشكل عام وأنها أيضا ستعزز من اللحمة واللحمة العربية على أساس يستند إليه نحو التنسيق التكاملي والشمولي بين الدول العربية أجمع هذا ما لدي من تفاصيل وأسهلوا فيكم إن شاء الله من تفاصيل في نشرات أخرى عودة للزملاء في استيديو مركز الأخبار